اكد سعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان ان وطيرة انشاء المرافق الاجتماعية تسير وفق الاهداف والمحاور التي اجتمل عليها برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022 والمتمثلة في تلبية الاحتياجات التطويرية في محافظات مملكة البحرين وكد حميدان في هذا السياق ان العمل جار على تنفيذ خمسة مشاريع انشائية تقدم خدمات متنوعة تخدم فئات المجتمع المختلفة وذلك بالتعاون مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهي مركز اجتماعي شامل في منطقة البديع ونادي النهاري للوالدين في منطقة جدحفص ومجمع الاعاقة الشامل في عالي ومجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد ومجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى وتأتي هذه المشروعات التي تم اطلاقها في وقت سابق لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى ومن اجل تطوير نوع ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة لمختلف المواطنين خاصة من فئة الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار المواطنين فضلا عن توفير احتياجات الاسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي